تخيل معي حاجة بسيطة صغيرة بتحصل في يومك العادي وممكن تحصل لكل الناس وبتحصل لهم كل يوم ولكن تغير حياتك للأبد حادثة صغيرة مين فينا ممرش بيها يعني حتى لو انت مش من أصحاب السيارات ففي المواصلات بيتلاقي ان حد بيزنق عليك حد بيديك كلاكسات بقوة ويفضل يشتم فيك ويتدايق ويمشي وتحس بالرغبة اللي انت عايز تجري وراه اللي انت خلاص هتطلع كل غضبك فيه ده بتحصل طبيعي جدا يعني بس انت خيل بقى ان ده الموقف ده والحاجة البسيطة اللي حصلت في دقائق معدودة دي تغير حياتك للأبد مسلسل على شبكة نيتفلكس المسلسل اللي انت وانت بتتفرج عليه مش تبقى عارف هو عايز ايه حتى الاخر مشهد انت ما انتش عارف هو عايز ايه هو مجرد حالة كده حالة من اللغبطة وحالة من المتعة وفي نفس الوقت انت مش قادر ان انت بتتفرج مش قادر انت ما تكملش بل ممكن ان انت تتحمس وتشوف المسلسل على قاعدة واحدة مسلسل بيف على شبكة نيتفلكس من بطولة استيفانيان وطبعا ده اهم ادواره بالنسبة لي كان في بريكين بادز ويعني ممثلة علي وونغ هي اسمها علي وونغ مسلسل كوري في المجتمع الامريكي بيتكلم زي ما قلت في المقدمة كده راجل واحد واحدة بيعمل له الحادثة البسيطة دي ولكن هي بتبقى محور حياتهم في الاحداث كلها بقى هو المسلسل كله حوالين الحادثة دي الحادثة دي هي كانت العلامة الفرقة في باقي حياته من الاعلان انت اتفكر ان المسلسل عبارة عن مقالب هو ما خلاص عمله الموضوع ده فكل واحد بيدور يعمل مقلب في التاني وخلاص بس الموضوع اكبر من كده بكتير الموضوع وصل لنوع كبير جدا من اللغبطة من يعني ايه الاحداث ميسي كده لغبطة بشكل كبير انت ما انتش عارف المسلسل هو عايز ايه هل مثلا هو عبارة عن مقالب طب هل هو رحلة الحب ما بين البطل والبطلة ان هم يعملوا كل ده ويحبوا بعض في الاخر ولا هو عايز ايه بالزبط ولا هو بيتكلم عن الغضب وازاي ان ممكن انت في لحظة غضب تعمل حاجة تندم عليها باقي حياتك كلها وتخليك سبب من تعاستك في باقي حياتك كلها ولا ايه هو حرفيا المسلسل ده كده نوعا ما حالة من اللغبطة بس انت هتقدر ان انت تستفيد منه وبشكل كبير وطلع منه دروس حياتي يعني اهمها حصرت حاجة زي دي وانت تعصبت خلاص سيبها وما تمشيش ورا مشاعرك بقى اللي انت عايز تنتقم والجو ده من الاخر يعني هما خلاص في الاحداث بدأ ان كل واحد يعمل في التاني مقلب ويرد للتاني المقلب بتاعه ويرد ويرد فكل حلقة مثلا تبقى خلاص انت مسكت حاجة ان المسلسل بتكلم عن الموضوع ده الحلقة اللي بعدها يجي لك رد صارم ان المسلسل ما بتكلمش عن كده او لا بتكلم عن حاجة تانية الحلقة اللي بعدها تحس ان هو بتكلم عن حاجة تانية حاجة تالتة خالص وهكذا بقى مرورا بنهاية القصة النهاية اللي تثابت مفتوحة يعني المفروض ان هو ما فيش اي حاجة رسمي وبس ممكن على امل يبقى فيه موسم تاني بس انا مش حابب يكون فيه موسم تاني النهاية على الرغم من ان هو انتهى نهاية نوعا ما مفتوحة والنهاية ممكن توصف بالسيئة الا ان هو لا خلاص يعني في الهولي على كده كفاية كده خلاص المغزى من المسلسل عرفته خلاص يعني اي نعم هي مشاعر ملغبطة حاجات ملغبطة حاجات كتير مكالكاعة فوق بعض الا ان هو خلاص احنا عرفنا المغزى منه فنظم يعني مش حابب التطويل في النوع ده في المسلسل ده بالذات لان هيبقى الموضوع اوفر وبشكل كبير الاداء التمثيلي من كلا الممثلين او من كلا الممثلين كلهم ممثلين كلهم في المسلسل كان رائع جدا جدا وطبعا بالاخص البطنين بتطويل المسلسل فاداءهم كان عالي جدا موسيقى التصويرية كانت يعقى يعني رائعة برضو من خليك مندمج في الاحداث حتة اسم الحلقة بيديك نابع من يعني من حتة الغضب برضو الشعور بالغضب ده حتة ان هما الاتنين لايقين على بعض وبشكل كبير وهم ما يعرفوش هما الاتنين نسخة من بعض وفولة وتقسمت نصين زي ما بيقولو من ناحية الغضب ومن ناحية الشعور بالغضب حتى لما اتعمقنا في حياتهم دقينا ان ردود الافعال بتاعتهم هي هيها برضو فكل دي عناصر خلت الموضوع ممتع يعني لغم ان انت زي ما قلت من لغبط مش عارف هو عايز ايه الا ان كل ده يعني العناصر ممتعة في الاحداث فاني تخليك انت قاعد مستمتع وبتكمله زي ما قلت انا خلصته برضو فقاعدة فالموضوع كان سهل وسهلس كده او طول ما انت قاعد تحسس فيه ادريلين كده من هو الغضب بتاعهم انت عايز تتعصب انت كمان يعني فهم نجحوا فهم يقدوا ده ولكن زي ما قلت النهاية سيئة يعني نوعا ما النهاية ما كانتش متوقعة بكده يعني هي معروف اه يعني معروف انه يحصل في الاخر كده اصلا بس يعني كان ممكن تنهي بحسا من كده كان ممكن تنهي نهاية افضل من كده وحتى لو انت عايز تفتح مجال لمسم تاني كان ممكن برضو تنهي نهاية افضل من كده ولكن لا زي المسلسل به في مسلسل رائع تستمتع بمشاهدته مش احسن حاجة ولكن تقدر انت تستمتع به عادي وتقييم اللي هيبقى هو تمانية من عشرة يعني انت مش مشترك تشترك في القناة فعل زر التنباتة عشان وصرق اشار بالحلات الجدهة والما تنزل وستش برضو تعمل لايك للحلقة واشوفكم في حلقة ده بازدلها